أزمة الحجاج المصريين عنوان تصدر الصحف المصرية بسبب الجدل الكبير جراء ورود بلاغات تفيد بفقد عدد من الحجاج أغلبهم غير نظاميين وغير مسجلين في القوائم الرسمية الرئيس المصري أمر بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية لكشف المتسببين في تسفير الحجاج غير النظاميين القرارات الأولية كانت إلغاء ترخيص 16 شركة سياحة ثبت تورطها في التحايل لتسفير الحجاج دون حصولهم على تصريح ومحاولة تهريبهم عبر الضروب الصحراوية سيرا على الأقدام قانونيون يرون أن النيابة العامة يجب أن تقدم المتهمين للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ وليس مجرد الاحتيال كما جرت العادة هنا المشرع غلز العقوبة عقوبة القتل الخطأ إلى عشر سنوات حبس وأيضا قد تصل إلى الغرامة بالإضافة إلى التعاوضات المدنية المقررة الأزمة وتداعياتها وصلت إلى البرلمان ما حدث هناك وما يروى أمر كان يستوجب أنني أتقدم بطلب عاجل لرئيس الوزراء ووزراء السياحة والخارجية والهجرة لنناقش هذه القضية التي تحوز على تمام الرأي العام في مصر الآن جدير بالذكر أن السلطات قد حذرت منذ أشهر من خطورة الانسياق وراء حملات الحج الوهمية مسؤولون اتحاد الغرف السياحية يؤكدون أن تلك الشركات الوهمية تتسبب في خسائر وأن الحملات للقفض عليهم لم تكن كافية لردع نشاطهم الناس دي معرفين ليهم مواقع على سوشيال ميديا بيعلنوا بأسماء وهمية شركة معرفش إيه مش عارف فلان الفلان الشيخ مش عارف مين وفيه أئمة وموجودين في الإعلانات دي والإعلانات دي إحنا بعتناها قبل كده كتير وحذرنا منها كتير وبعتنا كتير ولكن تمسكت 140 حالة بس 140 حالة لأ ده أنت عايز أقول لك في كل قرية 2-3 أزمة تسفير الحجاج بشكل غير نظامي هذا العام قد تدق نقوص خطر وهي رسالة الجدة حول ضرورة تغليز العقوبات ضد كل من يتورط في هذه النوعية من الجرائم وربما الأهم هو في أهمية تغيير ثقافة قطاعات كبيرة من المصريين الراغبين في الحج بضرورة اتباع الأطر الشرعية والقانونية لأداء المناسك أحمد عثمان العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر